منذ 1442 سنة ضاقت عليه مكة وخرج مهاجرا تحت جنح الضلام وبعد ثماني سنوات عاد إليها في وضح النهار الدين الذي بدأ برجل نزل يوما من غار مظلم في مكة حاملا النور إلى هذا العالم يؤمن به اليوم مليار ونصف إنسان واسمه تردده المآدم أشهد أن محمدا رسول الله صلوا عليه خرق أبنية عطيم وخيانة عطبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن وراء هذه القصة ومن وراء هذه الخيانة يعني أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان حتى دخول وفتح مكة الصحابة يحلمون بلحظة تقميل تراب مكة وآداء العمرة الجيش مستعد رسول صلى الله عليه وسلم حسم السير إلى مكة وبما أن الحرب خدعة ودايما يكون عندها عنصر المفاجأة نادرا ما يهزم فعمل رسول صلى الله عليه وسلم بالسرية التامة لكن صراح حاجة ما كشف توقع الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قائدين علي الزبير والمقداد باش يروحوا الوحد المكان سموها رودة خاخ ويرح يلقوا واحد المرأة لعندها حاملة لرسالة قالهم رسول صلى الله عليه وسلم لاجم تجيبوا له هذه الرسالة فراحوا رودة خاخ جابوا له هذه الرسالة فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الرسالة كانت من خاطب بن أبي بلتعى لقريش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان باغيها بسرية تامة إلا أن هناك رسالة تسربت من هذا خاطب بن أبي بلتعى رايحة للقريش علاش؟ باش تعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة والحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم قدر يسترجح هذه الرسالة قبل ما توصل القريش ويبرر خاطب بن أبي بلتعى فعلته هذه أنه له أهل ضعفاء في قريش فخاف عليهم يعني من شدة خاف عليهم سر بسر خطير كما هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل العذر تخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسري بخطير كما هذا قبل عذره بقنا عرفوا المغزى علاش فلما جاء عمر بن الخطاب يعني معروف بشدته وحزمه على الإسلام يعني متوقع هذا الشيء من عمر بن الخطاب فقال له ائدلي أن أضرب عنق هذا المنافق واشي جاوبه؟ قال له لا يا عمر إنه قد شهد بدرا وما أدراك لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني ما أدراك أن الله لما شهد هذا الإنسان يعني خاطب بن أبي بلتعى بدر فغفر له يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفش يلثميس العذر لخاطب بن أبي بلتعى بأنه قد شهد بدرا يعني المعنى أنه هذا رح حارب معنا في بدر شفنا الجميل لعه فخلينا نتغاضع لهذه المرة فهل يا ترى نحن تناسينا الجانب المشرق من أصحابنا من عائلتنا لمجرد كبوة لمجرد خطأ داروها معنا في حياتي كل شخص قد شهد بدرا فلماذا لا نمحوا الخطأ ببدر تلك بدلا أن نمحوا بدرا بذلك الخطأ يعني على بالي فلسفة شوية عاودوا تشوفوا في غرضكم علش ما لازمش أنه نمحوا هذه الخطأ ببدر تلك يعني نتفكروا الحاجة الشابة لدارها بدلا من أن نمحوا بدر يعني نمحوا قعص والح الماضي المشرق تاعها اللي دارها معنا بخطأ واحد فلكل جواد نكبوة ولكل قدم ينزل ولابد من النبيل أن يخونه يوما نبوله وعلش دايما أنه نبغو الناس دايما يكونوا ملائكة على الدواب نحن باشر نغلطه دايما تفكروا الأشياء الجميلة اللي فوتوها مع الناس اللي تبغوهم فإذا بغينا نضربوا مثال على شخص يشهد بدرا كل يوم الزوجة كل يوم تشهد بدرا كل يوم تطبخ تدرس تعلم يعني تنظف فإذا جاء يوم وما قامت بالواجبات المنزلية تحاولة كانت مريدة ولت ما نقولوش تهاونت من ناعيات ولا حاجة الزوج ينسقى حدك الماضي المشرق اللي فوتها معه ويمكن يجرحها بكلمات بالإمكان أن يقفز عن هذا الشيء وعلش الزوج تاني من ناحية الزوج الحنون اللي يخدم ويعمل فبمجرد أنه يتهاون على حاجة ولا ما يمتش حق حاجة تروح المرأة يعني يطاح عليه بالكلام كان ينجم ولا كانت تنجم أن تتغاضع لهذا الشيء المدير علش دايما ينسى الماضي المشرق تعالى العامل تعالى اللي يعني يخدم الشركة أعوام وأعوام فبمجرد خطأ يقع الفأس على الرأس يعني يخاطبه كأنه لم يكن ولا كأنه لم يعمل معه أبداً ويتناسى ويتغاضع لهذاك الماضي المشرق على بدر يعني نتمنى أنه يعني تكون هذه عقلية الإسلام في مجتمعنا تخيلوا معي هذا الموقف والذي نخطمه به الفيديو يعني الحلم تاعي والله العادي من الحلم تاعي أنه نشوف هذه المواقف تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والكلمات اللي تلفط بها في هذه المواقف فنتمنى تخيل أنه موقف تكنت مشا في طريق تلقى أخ وأخ متدابزين وتشوف والديك متدابزين في الدار جيد خالي يعني أحد طرفين وتقول له يعني في أذنها تقول لها معليش إنه قد شهد بدراً وهو يفهمك لخطر شرهم تطالع على القصة ويعرف القصة فيكاكيره نفسه ويعاود يقول صح هذا قد شهد بدراً بمعنى أنه فوت معي أيام مرة وحلوة وما فاتنيش فنتمنى أنه الناس يعني تولي تتعامل بهذه المصطلحات يعني تخيل أنه تشوف صحابك متدابزين تجبد واحد تقول لها في أذنه إنه قد شهد بدراً يعني فقط هذه الكلمة فقط كافية باش أنه تردهم الصالحين احفظوا لكل أحد بدراً ولا تمحوا كل المعروف بموقف واحد إنه قد شهد بدراً سلام